إلى ذلك ذكر الرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالية الجنوبي في حسابه على تويتر أن قيادات وشخصيات جنوبية ستنظم إلى وحدة الصف الجنوبي مباركا انتصارات القوات الجنوبية ضد التنظيمات الإرهابية والمتمردين في شبوى وأبيان مؤكدا أن التوجه القادم سيكون نحو استعادة ما تبقى في حضر موت والمهرم كما أشاد بن بريك بالدور الهام للتحالف العربي ودعمه للقوات الجنوبية في مكافحة الإرهاب والمتمردين الانقلابيين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة